السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم برحب بالمشتركين معي في القناة برحب كمان بالمشتركين الجزاد معي في القناة بقول لكم أهلا وسهلا وبقول لك لو انت رفت جديد معينا اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله هنقول مع بعض النهاردة الكراة العاطفية لموليد برج العقرب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا برج العقرب هنقول فاكت برج العقرب الأول في الفترة دي طاقتك أنا شايفها حلوة جدا أنا شايفها طاقت انتصار شايفها كمان كوة وثابات كل التفكير المشفت اللي كان موجود في طاقتك الشهور اللي فاتت شايفاء تبدل تماما أو هيكون ده وضعك في الفترة دي إن شاء الله شايفك برج العقرب وكأنك تثبيت تحدد هدفك بالذات من ناحية العلاقات العاطفية علاقاتك العاطفية برج العقرب يعني مرت بأزمات كتير وصعبة لفترة اللي فاتت وممكن نقول إنها كانت معقدة جدا يعني فيها علاقات كان فيها تعييد شايفها بوضوح الطرف الثالث في العلاقة وهنا الطرف الثالث مش شرف يكون خيانة بس لا أنا شايفة الطرف الثالث عبارة عن أثراف كتير شايفة تدخل من الناس ومن ضمنهم الأهل شايفة أعداء ما كانوش عايزين الإرثبات يتم أو دوام الزواج يعني لو موجود ظروف كتير كلها قدت لمشاكل أكبر يعني المشاكل ما كانتش خاصة بالطرفين اللي أنا يعني ديك انت يا برج العقرب والطرف الثاني بس لأ كان فيه ناس كتير دخلة في الموضوع يعني كل حاجة تدخل في العلاقة ينتب عنها مشكلة أو يحصل من وراء حاجة تاني هنا كمان الكازل ده بيشرح لي العلاقة في الماضي يعني ده أكيد كلام مش هينطبق على الجميع ولكن للطاقتو موجودة في القراءة في الفترة دي أنا شايفة تبديل تام لكل ده آآ انت اكتشفت أمور كتير بناء عليه آآ خدت قرارك بتحسين العلاقة للأفضل وهنا أنا شايفة ان البعض أنهى بعض العلاقات وبعضكم بيفكر في الباية جديدة العلاقات من الماضي يعني آآ شايفة ان الرجوع حصل بالفعل مع بعضكم في الفترة اللي بنتكلم عنها آآ وشايفة يا برج العقرب كنت ملغبط وتفكيرك مشوش ومريت بفترات حزن واكتئاب الفترات الحزن والاكتئاب اللي انت مريت بيها دي انت قزيت فيها نفسك بقرارات مش محسوبة آآ كمان شايفةك قزيت فيها الصرف الثاني بتصرفات وكلام مش محسوب آآ القراءة هنا ممكن تكون عكسية بس انا هنا شايفة طاقة في انفا يا برج العقرب الطاقات الموجودة معيها في القراءة شايفة طاقة نارية آآ والسرابية آآ والطاقة المائية اكتر حاجة واضحة فيها الصرفان والطاقة الهوائية كمان الواضح منها آآ برج البلو آآ شايفة فيه رجوع الفترة دي العلاقة من الماضي بعضوكو عند البعض يعني شايفة فيه تواصل الفترة دي ندعي ربنا ونقول يا رب ان شاء الله شايفة كمان عند البعض فيه حيرة بين شخصين ممكن اكتر من شخصين بس زي ما قلت صفتك الفترة دي فيها عقلانية يعني حتى لو فيه حيرة او محتار او متردد في حاجة انت الفترة دي شايفك استديد تهدى والاستديد بتفكر بعقلك اكتر وثبات هتقدر تاخد القرار الصح والاختيار المناسب عوامل كمان كتير نفسية هتساعدك الفترة دي آآ آآ كمان شايفة فيه تحثم في صحيتك حصل بشكل تدريجي او بيحصل بشكل تدريجي بشكل عام يا برج العقرب يعني شايفك بعد مرور بعضوكو يعني بظروف صحية الفترة اللي فاتت ممكن نقول انها كانت من بداية السنة كأنك الفترة دي هيكون عندك تغيير في جواند كتير من حياتك والتغيير ده هيكون واضح يعني تغيير داين ملحول واضح عليك كمان الحيرة اللي عندك دي يا برج العرب انا شايفتها آآ آآ عند بعضوكو فيه تردد ما بين انك ترجع لحبيبك او تباتي البعض المتردد يعني تذكيرك في الرجوع انك احيانا بتحسط ممكن انك مشتاق لحبيبك او مشتاق للشريك او الشخص اللي انت منفصل عنه احيانا بتقول هبدأ من جديد بالذات انك في الفترة دي انا شايفة فيه حب حواليك حتى المنفصلين انا شايفة فيه حب حواليك او انت شايف كمان انك مرغوب من الجنس الاخر يعني انت كمان ملاحظ في نفسك ده او ملاحظ شايف ده حواليك لكن فيه حاجة دايما بتشدك للماضي ممكن يكون ده سبب تردد اللي انت بتعيشه دلوقتي الزهالي هنا يا برج العقرب اه كمان فيه حاجة كمان انا شايفة انك انت اللي لازم تشتغل على العلاقة اه ده كمان هينطبق على المتزوجين اه بالذات هنا بكلم ممكن اللي يكون حصل منهم اخفاق او هو اللي جرح الطرف الثاني شايفة البعض منكو تعرض لخيانة يا برج العقرب الا خيانة دي كانت اه ممكن نسميها بماه olduğunu انتصار ليك انا شايفة بعضوكو اللي عمل كده في الشريك والبعض الشريك هو اللي عمل كده معي اه المهم ان اي شايفة ان انتو اللي اتنين بتعينو انتو اللي اتنين بتعينوه ومن اللي حصل ده اه شايفة الطرف الثاني اه محتاج يتشافة او هو بيعيش الفترة ادي حاليا شايفة كمان للمنفصلين يا برج العقرب ان انت اللي قررت البعض عند بعضكو انت قررت تبعد أنهية العلاقة او ده اللي واضح للطرف التاني بس من ناحيتك انا مش شايفها يعني لسه منتهية لو انت بينت ده او انت عملت كده انا مش شايفة من ناحيتك انك انت أنهية العلاقة لان شايفك لسه بتفكر في الجوع بتفكر بشكل جديد للعلاقة بتفكر ازاي تكون مستقرة انت هنا او عايز استقرار بس مش شايفةك بتبذل اي مجهود شايفةك اكتفيت بالبعض او انك اختفيت عن الطرف التاني وانك تعيش الحزن والاكتئاب وزي ما قلنا ان الصاقة دي هتتبدل لان زي ما قلت شايفة طاقة برج العقرب حاجة مختلفة خالص في الشهر ده كمان ممكن اقول ان بعضكو الطرف التاني بيشوفك ازاي يعني هو شايفك غامض وانا شايفة انك فعلا في حاجة يا برج العقرب انت تخبيها ممكن ما تكونش حاجة مؤثرة يعني انا شايفة ان انت فعلا في حاجة انت بتخبيها عن الطرف التاني شايفة ان ما فيش اي كلام او تقريب لوجهات النظر ممكن ده سبب ان هو بيشوفك شايفة مام بيشوفك انك بترفض الارتباط لو انتوا لسه مش مرتبطين او بترفض الرجوع يعني لو ما رفضتش بالكلام ممكن تكون تصرفاتك بتقول كده ممكن الغموض في العلاقة انك بتظهر حاجة وتبين وتخفي حاجة يعني في حاجة عندك مش واضحة يا برج العرب أو عند الطرف الثاني شايفة في حالة قلق مستمر الغريب ان انت كمان مش مرتاح يعني انت مش بتعمل كده والحالة دي مريحات لا هي الحالة دي مش مريحات بس انت حابة زي انك رزهر كده انت والطرف الثاني شايفة عند البعض فيكو اختلافات خارجية اختلافات خارجية بس مؤثرة لكن داخليا انتو شبه بعض جدا ده ممكن اللي ملغبط العلاقة انكو بتفكروا زي بعض انت كمان يعني ايه بتفكروا زي بعض يعني انت ممكن اللي ملغبط العلاقة يعني زي ما هو بياخد قرار بحاجة ممكن تكون انت كمان بتاخد قرار بنفس الحاجة مثلا مش هكلمه غير لما هو يكلمني يكون الطرف الثاني كمان بيقول لنا مش هكلمه غير لما هو يكلمني لازم هو اللي يعمل كزا الاول انت كمان ممكن تكون بتقول لازم هو اللي يعمل كزا فالحاجة دي لما تكون انتو اللي اتنين تفكركم زي بعض بينتج عنها لغبطة وعدم وضوح وغمود وحاجات مستخبية وزي اللي احنا شوفنا في القراءة ده اا كمان انت شايفيك بتشوفه ازاي اا انت بتشوفه اا ممكن اقول ان انت بتشوفه مستهدر اا او سطحي اا ممكن تكون تشوفه يعني كل حاجة خاصة بالتفكير ممكن تكون بتشوفه تفكيره اا بعيدة عن تفكيرك اا دا بالنسبليك اا ممكن يكون سبب لسكوتك او تجاهلك للعلاقة لكن السبب الحقيقي ان انتو الاثنين تفكيركوا زي بعض انتو الاثنين نفسي مع الصرف ده قاعد بيتكلم او بيقول او القرارات اللي بياخدها انت كمان بتفكر زي اه هو كمان بيشوفك ان انت يعني الحاجات الايجابية هو بيشوفك ان انت اللي بتكمله يعني احيانا بيكون مبسوط بالاختلاف او انك تكون بتعمل اه حاجات هو ما يقدرش يعملها اه شايفية معجد جدا بشخصيتك اه اه بالنسبة له انت ساحت او بتمتلك اه شخصية ساحرة اه زي ما قلت شايفة فيه تفكير وبقوة في رجوع اه اه بس بعد ما تشتغلوا على العلاقة حتى للمتزوجين نفس الكلام تشتغلوا على العلاقة اه انا مش شايفة فيه طلاق في الفترة دي مش شايفة اي طلاق ان شاء الله لكن شايفة فيه بعض عاطفي شايفة فيه ظروف قوية ضغطة عليكم انتو اللي اتنين الاحساس الغالب على العلاقة اه شايفة اه يعني ممكن نسميه ملل اه وهنا انتو ممكن تخلوا البعض اللي بينكو ده ممكن تخلوه ايجابي يعني بدلا ما نفكر في السلبيات اللي في العلاقة نفكر ازاي نحلع يعني تكون التفكير في شكل في شكل العلاقة المفروض تكون عامل ازاي اه اه او ايه هي العوامل اللي 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 بتأثر عليها تحاولوا تحلوها يعني بدلا ما انتو بتعيشوا المشكلة لأ نعيش الحل بتاع بتاع المشكلة فهنا ممكن يكون البعض نخليه ايجابي لان انا شايفة هنا البعض سلبي كل تذكير مش اه الغرة مرتبطين برج العقرب انا شايفة في حب اه يعني في حب يعني احتمال وجود علاقة لسه ما بقتش رسمية اه شايفة فيها حب وشايفة فيها تفاهم بين الصرفين اه لكن انا شايفة ان الارتباط مؤجل يعني في الوقت الحالي اه لاني شايفة ان انت او الطرف التاني عنده يعني اللي يمنع حاليا اللي يمنع حاليا اه اتمام الضواج او الارتباط بشكل رسمي اه لكن انا شايفة ان الطرف اللي عنده اللي يمنع وانا بيتهيق لي ان الطرف التاني شايفة بيشتغل على شايفة بيشتغل على ده على المانع ده بيشتغل عليه لو كانت مشكلة مادية او عائلية المهم انا شايفة بيبدل مجهود او بيشتغل عليها اا اقول ثاني للمنفسلين من برج العقرب اا اا ان في الفترة اللي جاية هيكون زي ما قلت فيه فيه تغواصل اا واحتمال احتمال انك يعني تغضع الاسئلة او اختبارات اا غير مباشرة يعني مش هتكون اا اا واضحة يعني الشريك حاجة الشريك هيعملها بس من غير مش حاجة هتكون واضحة يعني اا اا لاني شايفة في حاجة وصلته او في حاجة هو عارفها اا المهم ان هو في حاجة عنده بقيت في ايده هو عايز يتأكد منها او عايز يأكد لنفسه حاجة انا شايفة ان انت ممكن تخضع لحاجة زي كده في الفترة اللي جاية دي اا لاني شايفة فيه برضو مقابلة في وقت قريب لكن بما انك انت بما ان انا شايفك انت وتقطف كده انت اللي ساديك تتشافة اا وتقطف احسن في الفترة دي او ثابت في قراراتك واقوى هاول انت اللي تستوعب الشريك لاني شايفة اا هو لسه في هو اللي لسه بيعاني يعني لسه بيعاني وبيعاني من امور كتير غير العاطفة يعني في حاجات كتير غير العاطفة هو بيعاني انها عنده مشاكل تانية يعني اا فانت لازم تستوعبه ولازم اا الكلام اللي بتسمعه او الحاجات اللي بتستقبلها منه اا لازم يكون فيها تفكير عميق يعني متاخدش الكلام كده من اا من برة لأ بس للانتان اللي اللي قدامك هو بيتكلم ازاي هو ايه خلفيته هو ايه احساته آآ بناء على ايه بيقول الكلام اللي هو بيقوله او الاسئلة اللي هو بيسألها اللي هو تفكير عميق بالمعنى ده آآ! مش بينكم انتو الاثنين بس يعني لأ انتو كمان هتشوفوا اللي حواليكو بوضوح زي ما قلت فيه تدخلات حصلت من الناس كتير بغرض سايق مش هقوله من غير من غير ما يقصد او من غير كان يقصد اصلاح فحصل حاجة تاني لأ الغرض كان افساد سعلا للعلاقة وكان الموضوع حاصل هقولكو كان عامل ازاي كان حاصل في وسط زحمة يعني كان فيه كده حاجات كان فيه فترة كده مرت بيكو فيها كلام كتير وفيها زحمة كتير مش زحمة ناس بس يعني لأ زحمة زحمة في الكلام والقراء وكلمة من هنا وحد من هنا انت والطرف التاني مش انت بس عندك وعند الطرف التاني نفس الكلام انتو هتبتدوا الفترة دي تاخدوا بالكو من حاجات كتير جدا لما هتاخدوا بالكو من الحاجات دي هتاخدوا العلاقة لمستوى تاني يعني هتخرجوا برا كل ده احتمال تذكير كمين يبدو العقرة في الفترة اللي جاية ان تاخد الشريك وتبعد عن محيط سيء او هتبعدوا نفسيا يعني ممكن تبعدوا نفسيا او معنويا يعني تبعدوا بدمحكم يعني حتى لو ما بعتلوش انكم تقلتوا لمكان تاني بعيد عن ده ممكن تبعدوا بتذكيركم يعني عن الناس دي كمان انا شايفة تاكد بدايات جديدة في القراءة بالذات اني شايفة بعضكم بالفعل استدى ينسى الماضي بعد ما تخزل فيه كتير او تكون اكتشفت كذب اكتر من مرة شايتات كذا مرة تكتشف كذب يا برج العقرب وكأنك هنا بتقول خلاص انا تعب ما بقاش في قلبي يحبي ليك يعني كأنك بتقول كده يعني حتى لو بي على بالك تفكير في ماضي او في علاقة من الماضي شايفك ما بقاش يعني قلبك ما بقاش فا او انا شايفة في رجوع بس انا شايفة برضو طاقت بدايات جديدة موجودة وزي ما قلت في الاول انت حواليك حبي كتير لكن ارتباط رسمي في الفترة دي انا مش شايفة في ارتباط رسمي في الفترة دي وهنعمل اه قراءة في الفترة القريبة اللي جاية ونشوف الثاقة تاني ان شاء الله انتهت القراءة شكرا للمتابعة برج العقرب اشتركوا في القناة